لازم نفهم حاجة عن الله الله خارج الزمن وخارج الكرة الأرضية فالله ما عندهش مبارح والنهار ده وبكرة مش محدود في الزمن خالص ليه إحنا عندنا الزمن؟ لأن الأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم تلف حوالين الشمس تعمل سنة الأمر يلف حوالين الأرض يعمل شهر القمري تمام؟ عشان كده عندنا مبارح والنهار ده وبكرة الله خارج الزمن وغير محكوم بالزمن هقول مثال بسيط لو مسكت القلب ده وسبته إلا يحصل الجاذبية الأرضية شدته لو خدت نفس الألم وطلعت في الفضاء الفسيح في منطقة ما فيهش جاذبية وسبته مش هيقع هيفضل معلق فما أقدرش أطبق قوانين الجاذبية على جسم بره الجاذبية ما أقدرش أطبق قوانين الزمن على إله بر الزمن فالرب بر الزمن بالكامل وهو خالق الزمن وده طبيعي لازم أكون أنا بره الكتاب عشان أكتب كتاب منفع عشان أكتب كتاب وأنا جوه الكتاب فالله عشان يخلق الزمن لازم يكون هو أبر الزمن إحنا بنؤمن أن الله خلق بطريقة معجزية فالبيك بانج فيها مشاكل ضخمة جدا لأنها بتبتدي بحاجة اسمها الانفجار العظيم بتبتدي بحاجة اسمها السنجلاريتي السنجلاريتي دي عبارة عن نقطة صغيرة فيها الطاقة والمادة وما فيش لا زمن ولا مساحة لما تكون المادة مكسفة جدا قوانين الطبيعة ما تشتغلش فهم يقولوا المعايزين معجزة عشان تبتدي البيك بانج إحنا بنقول لا الله خلق في ستة أيام الخليقة المذكورة في الكتاب المقدس فالبيك بانج ونظرية نشوق الارتقاء فيهم مشاكل علمية ضخمة جدا جدا مشان هيك احنا بنرجع للكتاب المقدس واضح يعني لما ذكرت أنه أيوب من ألاف السنين يعني مش بالعصر الحديث فالس أنه الأرض معلقة على لا شيء لا شيء فلما اكتشفوا قروية الأرض فلم تناقض الكلمة أو الكتاب المقدس هذا تأكيد على صحة الكتاب المقدس بينما كتب أخرى تناقض العلم بالتأكيد زي ما شفنا في الحضارات المختلفة حتى الحضارة اليونانية العريقة يعني بيقولوا أنها على ظهر أطلس بس يا عايز أقول حاجة الكتاب المقدس ما كتبش عشان أكتشف به الجاذبية الأرضية أنا أكتشف الجاذبية الأرضية بالتعاملات بالقوانين اللي ربنا حطها في الكون لكن قوانين الجاذبية لا تخالف ما يكتبه الكتاب المقدس لكن في قانون أقوى في قانون تاني لأن هذا القانون لم يسر على المسيح فالمسيح مش على المي المسيح صعد إلى السماء المسيح دخل للأبواب المغلقة صح وهكذا ده رائع بقى يا أسيس نزار لأني دي المعجزة المعجزة هو ما فوق الطبيعة اللي الطبيعة ما تقدرش تفسرها عارف زي إيه واحد قال مثال ظريف أوي لو في مثلا تفاحة بتقع من شجرة دي بتتبع قانون الجاذبية الأرضية توصل الأرض أنا ممكن أتدخل بإيدي وحط إيدي أمنعها أنها توصل فأنا تدخلت بقوة أخرى أنا ملغيتش قانون الجاذبية لكن ده دخلت بقوة أخرى قانون تاني بالزبط فالأمثلة اللي حضرتك ذكرتها دي المعجزة والمعجزة هي ما فوق الطبيعة إحنا بنكلم عن الطبيعة بأن الطبيعة ما تقدرش تخلق نفسها لكن ما فوق الطبيعة يقدر يصنع طبعا الله من حقه أن يمشي على المية ومن حقه يعمل كل المعجزات العظيمة اللي عملها الرب يسول ترجمة نانسي قنقر